نبدأ ساعتنا الثانية ومع هذا الموضوع شصالفة برنامج يوتيوب اجتماعي كويتي يقدمه ثلاثة مختصين تربوي ونفسي ومحامية وفي كل حلقة يتم طرح القضايا مستمدة من الواقع والمجتمع كل قضية يتبه النظر في جوانبها العلمية والعملية وتقديم الحلول للمشاهدين بروح من المراح للمزيدة ينضم إلينا من الكويت دكتور عبد العزيز أبل استشاري تعليم واحد أخصائي برنامج شصالفة صباحك الله بالخير يا دكتور صباح الفل دكتور أهلا وسهلا صباح الورد شلونكم عساكم بخير الحمد لله احنا بخير بس يا دكتور شصالفة ايش البرنامج يتكلم عن ايه بالضبط ايش نوع القضايا اللي بتناقشوها في هذا البرنامج قضايا يومية يعني احنا دخلنا في اللب المجتمع شيء احنا كلنا نمر فيه بصورة دائمة بصورة يومية سواء كنا احنا موظفين او كنا اباء وامهات او كنا طلبة وطالبات احنا جزء من المجتمع قاعدين نمر في هذه الامور او هذه التحديات اللي احنا ساعات تشكل لنا مشاكل او ضغوطات في حياتنا اليومية طيب يعني دكتور وضح لنا اكتر موضوعات اللي انتو ركزتوا عليها اللي حبيتوا تطرحوها من خلال قناة يوتيوب التوليفة اللي انتو عملتوها من ثلاثة مختصين حضرتك واحدك تخصص طربوي وزميل حضرتك ايضا هو ولكن تخصص اخر نفسي ومحامية الاخت الجوهرة هي يعني صاحبة الفكرة جمعتنا كلنا وفكرتها كانت وايد حلوة انه اي شيء بالمجتمع يبدي بالبيت تربويا عندي انا بعدين اذا تفاقم هذا الشيء واصبح مشكلة احتمال كبير يصبح مشكلة نفسية فينتقل الى الاستاذ احمد واذا ما تحكمنا في هذه المشكلة النفسية احتمال كبير انتهي قانونيا عندها ايها في المحاكم فالفكرة كانت وايد حلوة والتدريج مالها كان وايد حلو احنا اجتمعنا وقدمنا هذه المعلومات بطريقة او اسلوب مختلف عن اللي احنا معتادين عليه عادة احنا متعودين لما المختص يتكلم عن تخصصها او يعطي معلومات احتمال تكون المادة شوي مملة لبعض الناس بصورة عامة مو الكل يطالع هذه المعلومة الا اللي يبيها او هو احنا حاولنا ان نقدم هذه المعلومات للعامة انه باسلوب مرح باسلوب حلو في قصة سالفة هي صايرة فعليا في المجتمع واحنا نتكلم عنها من تخصصاتنا لكن في طور تحديات بيننا وبين بعض فتشوفون يمكن بالحلقات ان يوم من الايام انا اطبخ يوم من الايام يعني كل واحد يسوي شيء ما بي احرق الحلقات وهما ست حلقات بدأنا في الغضب تكلمنا عن الخوف والقسوة والانتقام والتسرع والحلقة الاخيرة الختام كان بالغضب ايضا بدأنا بالغضب نهينا بالغضب لان الغضب هو اساس تصرفاتنا الخاطئة والحلقة الاخيرة كانت تصويرها كان بمكان عزيز علينا وايد وكان بدبي وكان لنا الحظ ان حالفنا الحظ ان احنا نقابلكم ايضا جميل احنا المحظوظين طيب دكتور يعني في ظل التسطيح اللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب والبرامج كثير اللي اغلبها تكون كوميدية وللمراهقين وجود ناس امثالكم من المختصين اللي حابين يصنعوا محتوى توعوي ثري كيف ممكن يكون الموضوع يعني لأي درجة يحتاج مجهود انكم توازنوا بين المحتوى الثقيل وتخففوه شوية بنوع من الكوميديا او الترفيه السوشل ميديا او التكنولوجيا او اي شيء بالعالم ممكن استخدامه بطريقتين طريقة صحيحة وطريقة خاطئة فاحنا شفنا او انا شفت مثلا ان السوشل ميديا في للمجال ان احنا نقدر نغير من المجتمع او اثر السوشل ميديا جدا جدا عالي يمكن هو حاليا من اقوى الادوات لتوصيل المعلومات فحبيت ان استخدم السوشل ميديا باستخدام صحيح فدخلت بهذه التجربة والحمد لله يوميا انا احط معلومات حق اولياء الامور وحق الناس اللي تابعون ودائما استخدمها استخدام صحيح لتوصيل المعلومات طيب يعني دكتور هل من فئات معينة بتستهدفوها من خلال قناتكم على اليوتيوب التفاعل والتجاوب مع ست حلقات كيف كان يعني الفترة القاية نوين تشتغل على ايه اكتر التفاعل كان جدا جدا قوي يعني كل شخص يشوف البرنامج اولا اول شي يقولون لنا يا اننا ما حسينا بالوقت مع ان الحلقة يعني ممكن ربع ساعة او ثلث ساعة يقولون ما حسينا بالوقت وكان جدا ممتع وما في ملل لان ما يمدي الشخصي من الذتيم عندنا الفريق اللي هو منتج وهذا فريق مبدع ما شاء الله عليهم فعطوا البرنامج حقه وصلوا بطريقة صحيحة وفي ديناميكية بيني انا والاستاذ الجوهرة واستاذ احمد في ديناميكية حلوة لما احنا نتكلم فمن البرنامج نفسه الخطوات الثانية ما ندري ان شاء الله يكون في عندنا سيزن تو مثلا موسم ثاني لكن حاليا احنا قاعدين نفتر بالخليج بالكويت وبالخليج ان احنا نقدم ورش عمل عشان الصحة النفسية عشان الصحة التربوية وايضا الصحة القانونية اذا نقدر نقول طيب يعني دكتور احنا للأسف خلص وقت البرنامج لكن في النهاية حابين نشكرك طبعا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تحب دائما تثريها بالمعلومات كمان نشكره انه هو ركز على السوشيال ميديا لانه هي دلوقتي موجودة في كل بيت شكرا جزيلا لك دكتور عبدالعزيز قبل استشعر بتعليم واحد اختصاصي برنامج السالفة